السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلابنا العزاء أسعد اللهم سألكم بكل خير نحن اليوم أمام درس المقامة الحرزية للكاتب بديع الزمان الهمداني طبعا وهو نص نثر من العصر العباسي طبعا رأينا في الدرس السابق أن المقامة خطاب ساخر وهي حكاية قصيرة أيضا هي تتكلم عن ممكن يكون عبرة أو مغزى لقصة أيضا تتكلم في هذه المقامة الحرزية عن الاحتيال من جانب الرجل السكندري وكيف تعامل مع ركاب السفينة نعم اليوم طلاب سوف نقرأ المقامة ومن ثم أيضا نشرح المعاني الصعبة نعم نلاحظ طلاب النص طبعوا معي حدثنا عيسى بن هشام قال لما بلغت بي الغربة باب الأبواب ورضيت من الغنيمة بالإياب ودونه من البحر والثاب بغاربه من السفن عساف براكبه استخرت الله في القفول وقعدت من الفلك بمثابة الهلك ولما ملكنا البحر وجن علينا الليل غشيتنا سحابة تمد من الأمطار جبالا وتحوذ من الغيم من الأمطار حبالا وتحوذ من الغيم جبالا بريح ترسل الأمواج أزواجا والأمطار أفواجا وبقين في يد الحين بين البحرين لا نملك عدة غير الدعاء ولا حيلة إلا البكاء ولا عصمة غير الرجاء وطويناها ليلة ما بغية وأصبحنا نتباكى ونتشاكى وفينا رجل لا يخضره جثنه ولا تكتل عينه رخي الصدر منشرحه نشيط القلب فرحه فعجبنا والله كل العجب وقلنا له ما الذي أمنك من العطب فقال حرز لا يغرق صاحبه ولو شئت أن أمنح كل منكم حرزا لفعلت فكل رغب إليه وألحف المسألة عليه فقال لن أفعل ذلك حتى يعطيني كل واحد منكم دينارا الآن ويعدني دينارا إذا سلم قال عيسى بن هشان فنقدناه ما طلب ووعدناه ما خطب وأبت يده إلى جيبه فأخرج منها قطعة ديباج فيها حقة عاج قد ضمن صدرها رقاعا وحذف كل واحد منا بواحدة منها فلما سلمت السفينة وأحلتنا المدينة اقتضى الناس ما وعدوه فنقدوه وانتهى الأمر إليه فقلت لك ذلك بعد أن تعلمني سر حالك قال أنا من بلاد الإسكندرية فقلت كيف نصرك الصبر وخذلنا فأنشأ يقول تفضلي مروة اقرأ الأبيات قال أنا من بلاد الإسكندرية فقلت كيف نصرك الصبر وخذلنا فأنشأ يقول ويكلولا الصبر ما كنت ملأت التي ستبرى لينال المجد من ضاق بما يغشاه صدرى ثم ما أعقبني ثم ما أعقبني الساعة ما أعطيت ضرى بل به أشتد أزرا وبه أجبر كسرا ولو أني اليوم في الغرق لما كلفت أزرا نعم أحسنتي مروة جزاك الله وخيرا الآن سنقرأ المقطع الأول نعم رانا تفضلي اقرأ المقطع الأول ومن ثم إن شاء الله سنشرح الكلمات الصعبة حدثنا عيسى بن هشام بن هشام قال لما بلغت بالغربة باب الأبواب ورضيت من الغنمة بالإياب ودونه من البحر وثاب بغاربه ومن السفن عساف براكبه استخرت الله في القفول وقعدت في الفلك بمثابة الهلك ولما ملكنا البحر وجمنا علينا الليل وغشيتنا سحابة تمد من الأمطار حبالا وتحوذ من الغيم جبالا بريح ترسل الأمواج أزواجا والأمطار أسواجا وبقينا في يد الحين وبين البحرين بين البحرين لا نملك عدة غير الدعاء ولا حلة إلا البكاء ولا عصمة غير الرجاء وطويناها ليلة نابغية وأصبحنا نتباكى ونتشاكى وفينا رجل لا يخضل جفنه نعم نعم ولا تبتل عينه سنتبرنا هل مقطع الأول إلى ليلة نابغية نعم نلاحظ الله الآن الشرح باب الأبواب ثغر يحيط به سور كثير الأبواب طبعا موجود في الشرائح لذي نعم وجود أرقام قبل كل الكلمات المشروحة مثلا واحد اثنان ثلاثة أربعة لاحظوا باب الأبواب ثغر يحيط به سور كثير الأبواب اثنان ورضيت من الغنيمة بالإياب أي الغنيمة المكسب والغياب العودة وهذا مثل يضرب لخيبة الرجاء وضياع الأمل أو يضرب لمن خاب ورضي من الغنم بالسلامة نعم أي رجع سالما فقط نعم والثاب بغاربه والثاب صيغة مبالغة من الفعل وثبة وتعني ارتفع والمعنى أعلى الموج والمعنى إنني أحببت العودة إلى وطني ولدياري ولكني وجدت أنه يمنعني من ذلك بحر مطلاطم الأمواج مرتفعها عساف براكبي السفن التي تسير على غير الطريق المطلوب الاستخارة عن الدعاء ومعنى استخرت الله سألت الله أن يوفقني خير الأشياء التي أقصدها القفول الرجوع وهو مصدر الفعل قفل يقفل بمثابة الهلك المثابة المكان الذي يثوب إليه الإنسان أي يرجع الهلك الهلاك والمعنى أي جلست في مكان لا ينجو أتجالس فيه نعم ملكنا البحر أي صرنا بحيث لا نستطيع النجاة والتخلص وجلنا علينا الليل اشتد الظلام يد الحين أي الموت البحرين بحر الأرض وبحر السماء غشيتنا سحابة أي غطتنا وأحاطت بنا هنا التاء مبسوطة مفتوحة وتحوذ تسوق لا عصمة لنا لا وقاي العدة ما يستعام به على قهر العدو نعم ولا حيلة ولا قوة ليلة أو ليلة نابغية نسبة إلى النابغة طبعا الذبياني هو الذي أكثر من وصف الليل بالطول والشناعة الشناعة هي الشيء السلبي أو الشيء القبيح نعم الآن المقطع الثاني من يقرأ المقطع الثاني نعم عبد المنعيم تفضل واصبحنا نتباكى ونتشاكى وفينا رجل لا يقضل جفنه ولا تبتل عينه رخي الصدر منشارحه نشيط القلب فرحه فعجبنا والله كل العجب وقلنا له ما الذي أمانك من العطب فقال حرز لا يغرق صاحبه ولو شئت أن أمنح كل منكم حرزا لفعل فكل رغب إليه وألحى في المسألة عليه فقال لن أفعل ذلك حتى يعطيني كل واحد منكم دينارا الآن ويعذني دينارا إذا سلم نعم أحساد أبنعيم أزاك الله وخيرا الآن الشرح طلاب نلاحظ لا يقضل جفنه لا يبتل رخي الصدر واسعه وهو كناي عن عدم التألم وإطمئنان الخاطر وارتياح الضمير والمعنى أنه كان بيننا رجل يعمل عملنا ولم تظهر عليه علامات تأثر ولم يفزعه حالنا بل كان على العكس ظاهر السرور طلق الوجه بسام السن يعني أسنانهم بائنا بسبب الابتسام والضحك ما الذي أمنك من العطب العطب التلف والهلاك وأيضا الموت يجوز أمنك منه جعلك تأمن وقوعه ولا تخشى نزوله أمنح كل منكم أعطي والمعنى إن في مقدوري أن أعطي كل واحد منكم حرزا حتى يأمن على نفسه من الغرق ولا يخشى ثورة البحر فتطمئن نفسه رغب إليه طلب طلب منه ألحى في المسألة أكثر من سؤاله وكرر من طلبه والمعنى أنه لم يبقى لم يبقى من بيننا من لم يطلب منه حرزا يتقي به هياج البحر وشدته ويبالغ في طلبه هذا إذا سلم المعنى أنه أبى أن يجيبنا إلى مسألتنا ومن ثم إلا إذا أعطيناه الأجر ووعدناه بإجزال العطاء بعد النجاة هذا الشرح المقطع الثاني طبعا قسمت المقامة إلى مقاطع لسهولة الشرح الآن المقطع الثالث نعم كامل تفضل قال عيسى بن هشام فنقدناه ما طلب ووعدناه ما خطب وآبت له إلى جيبي فأخرج منها فطعة ديباجي فيها حقه عاجب قد ضمن صدرها رقاع وحثف كذل واحد منا بواحدة منها فلما سلم السفينة وأحلتنا المدينة اقتضى الناس ما وعدوهم فنقدوه وانتهى الأمر إلي فقلت لك ذلك بعد أن تعلم من يسر حالك قال أنا من بلاد الإسكندرية فقلت كيف نصرك الصمر وخذلناه وخذلنا نعم نعم أحسنت كامل جزاك الله خيرا الآن الشرح طلاب نقذناه أعطيناها حالا أي بسرعة وعدناه ما خطب أي أعطيناه وعدا أكيدا أننا طبعا ننجي له طلبه الثاني بعد النجا أو نعطي له طلبه الثاني بعد النجا أي الدينار الآخر وأبت يده إلى جيبه أي رجعت الحق وعاء صغير طبعا الحق هنا وعاء صغير وتأتي أيضا بمعنى المصيبة وأيضا تأتي بمعنى وعاء العطر أو المسك والعاج سن الفيل حذف أي حذف رمى رمى لكل واحد منا ورقة أو الحذف الرمي نعم صحيح هنا عندما يكون مصدر ورقة من تلك من تلك ورقات والرقاع جمع وقعة وهي ما يكتبع فيه والمعنى أنه أطلع من جيبه وعاء يشتمل على عدة أوراق كتب فيهن وناول كل واحد منا واحدة وحلتنا المدينة وصلت بنا حتى حللنا المدينة أي نزلناها اقتضى الناس ما وعدوه فنقذوه طلب منهم الوفاء أي أي بعد أن نجو من الغرق ودخلنا المدينة التي قصدناها طلبنا بالوفاء والإنجاز من وعدنا فلم يتخلف أحد منا بل كنا سراعا إلى إجابة دعوته أي بعطائه الدينار الثاني وانتهى الأمر إلي فقال دعوه أي أنهم ما قالوا يعطونه الواحد بعد الآخر حتى وصلت طبعا إلي طبعا راح يسأله هنا الكاتب عيسى بن هشام طبعا أنقذه ولكنه بذر إلى أمرهم بالتخيلة وعفاء أن يعلمني سر هذه الحرز حاليا المعنى إن لك إن تحكم عليهم بأن يتركونني ولك ولك أن تجاب إلى مرادك ولكن بشرط أن تخبرني بأمرك وتشرح لي وتشرح لي حقيقتك كيف نصلك الصبر وقذ لنا هنا طبعا شبه الكاتب الصبر بإنسان يأخذ بيد بعض الناس فيعينها ويترك بعضهم الآخر وأسند إليه هنا وأسند إليه فعلا من خواص المشبه به طبعا هنا صورة شبه الصبر بإنسان يساعد بعض الناس ويترك بعض الآخر نعم الآن من يقرأ الأبيات راند ويك لولا الصبر ما كنت ملأت الكيس تبرا لن ينال المجد من ضاق بما يغشاه صدرا ثم ما أعقبني ساعة ما أعطيت ضر بل به أشتد أزرا وبه أجبر كسرا ولو أني اليوم في الغرق لما كلفت نزرا نعم أحسنت راند البيت الأول شرح البيت الأول أتعجب من سؤالك عن الصبر فلولا ما ملأ كيسي ذهبا طبعا التبر بمعنى الذهب أو بمعنى الذهب الناعم بمعنى التراب من الذهب هذا أيضا صحيح البيت الثاني لن ينال المجد من ضاق صدره فلم يصبر على المحن والمصائب طبعا هنا في البيت الثاني وجد صورة صور صدره بالمكان الضيق الذي لا يتسع لشيء كناية عن عدم الصبر البيت الثالث إنما ما حصلت عليه من مال وذهب أخيرا لم يجلب لي ضررا طبعا هنا يقول المال الأولى نافية والثانية موصولة البيت الرابع شرح البيت الرابع بالمال والذهب أزداد قوة وأجبر ما كسر مني وأصرح به ما فاتني وأيضا الصورة الفنية صور الصبر بشيء مادة يسنجه وصور الصبر أيضا بأشياء مادية تجبر الكسر البيت الخامس لو كنت اليوم من الهالكين والأرقى في البحر لما طلب مني تقديم عذر عن مكري وخداعي نعم طلاب كنا في هذا الدرس بالتعرف إلى شرح المقامة الحرزية وأيضا تعرفنا على مفهوم المقامة وقرأنا نص المقامة ترجمة نانسي قنقر